طبعاً لحن دلوقتي مبقناش قادرين إحنا كأشخاص مثلاً لو حد جالوا كورونا أنه يفرق ده أي متحور مش أنا عرفها دي فبالتالي هل البروتوكولات العلاج بتختلف؟ فده طبعاً بيتطلب مننا نحن نروح نعمل فحص عشان نشوف هو بالزبط إيه؟ هي البروتوكولات العلاج أولاً فيما يخص المتحور الجديد ده والكورونا بصفة عامة الحالات الخفيفة بتوسية المنظمة الصحة العالمية مفيش علاج نوعي محدد برغم أننا عندنا مضاد الفيروس أكتر من واحد بل اثنين والثلاثة كمان تم تصميمهم لعلاج الكورونا منهم واحد مخصوص بالكورونا ما بيعليكش حاجة تانية يعني لا يصدح لعلاج أنفلونزا لكن عندنا دواء مضاد الفيروسات بيعالج الأنفلونزا والكورونا ودواء التاني بيعالج الكورونا وحاجات تانية عندنا أدوية كافية عشان نموت الفيروس ونقضي على المرض ولكن لا يوصى بيها إلا في الحالات المتوسطة والشديدة أغلب الحالات الحالية اللي بنقابلها خفيفة إلى متوسطة ودي ما تستدريش علاج نوعي يعني علاج مضاد الفيروسات لكن تستدري بقى العلاج المعتاد يعني تستدري علاج خفض الحرارة مسكن الألام بعض المسكنات أحيانا بعض المضات الحيوية إذا كنا ابتدينا نحس إن ظهر أعراض عدوى بكتيرية يعني العلاج بيكون غير نوعي وعلاق بسيط جدا ونفس الشيء ينطبق على الأنفلونزا لكن الأنفلونزا لو شكينا لو شكينا أنها الأنفلونزا الموسمية يبقى فيها دواء مخصوص الأنفلونزا بندية طيب دكتور في ناس من اللي أصيبوا بجين وانا أو المتحور الجديد في ناس فضل معهم دور كحة كده يعني فيه سعال لمدة قاعدة معهم فترة بعد الإصابة ده إيه سبب لي؟ أحيانا بقى الكحة بتعلق شوية بعد العدوى الفيروسية سواء كورونا أو أنفلونزا أو غيرها لكن ملحوظ برضو مع الكورونا ده هنا بنشك إن المريض يكون عنده الحساسية أو استعداد حساسية بنسميها حساسية كامنة إلى أن تظهر مع عدوى الفيروس أو في موسم معين فلازم هنا يبادر إذا استمرت الكحة أكثر من أربعة أيام أو استمر المرض أكثر من أربعة أيام يبادر بعض نفسه على الطبيب لأنه بيظهر فورا بالكشف الموضعي بالكشف السماعة حتى إذا كان فيه أعراض حساسية أو غيرها وطبعا فيه إجراءات تانية بنعملها منها الأشعة وغيرها حضرتك وضحت نقطة مهمة جدا في البداية بس لازم ناس تاخد بالها قلت إن الفيروس الجديد أو المتحور الجديد بيسيب ألام في الصدر لكن ما تصلش للألام اللي بتيجي عن طريق الإصابة بأمراض القلب لكن واجب علينا أن أي حد يجي له إصابة في منطقة الصدر ما يعتمدش على إن هي المتحور الجديد وبسيطة وهتعدي أعتقد أنه لازم في الحالة دي يكشف عشان يعرف إيه بالزبط دي حاجة حصة بالقلب دي زبحة صدرية دي العرض البسيط بتاع كورونا صحيح أنا كلام مزبوط تماما لازم يبادر بالكشف يومين إذا ما فيش تحسن بعد يومين يبقى لازم أنه يراجع الطبيب وطبعا المراجعة مش بالتلفون المراجعة بالكشف لأنه إحنا مش حنقدر نقيم الحالات بدون الكشف بصورة كويسة يعني إحنا مختلفين عن الكورونا الكورونا المتوحشة الأولانية كان مرض قاتل نسبة الوفيات تتروح من حوالي 5% إلى 7% إلى وصلت في أمريكا 12% لكن الموقف دي مختلف تماما ده ابن حلال فيروس ابن حلال دلوقتي ترجمة نانسي قنقر